بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعزائي طلاب وطالبات الصفة الثانية الابتدائي مرحبا بكم من جديد في درس من دروس التربية الفنية درسنا اليوم سوف يكون الطباعة من الطبيعة وقبل أن نبدأ في درسنا أريد أن أسألكم سؤالا عن درسنا السابق فماذا تعلمنا من الدرس السابق؟ أحسنتم تعلمنا أشكالي المنسوجة بخامات متنوعة وكيف أن النسيج شيء هام منذ القديم وتعلمنا يا أحبتي أيضا النسيج بأشكال متعددة وكيف يكون النسيج ابتداء من خيوط السداء ثم نلحمها بخيوط تسمى خيوط اللحمة ليكتمل لدينا نسيج نستطيع الاستفادة منه في بعض نواحي الحياة مرحبا يا صغاري أو يا أصدقائي أنا محمد هذا صديقي جعفر من مملكة أشانتي القديمة والتي تقع غرب أفريقيا وهي اليوم جزء من دولة غانا السكان في مملكة القديمة برعوا في زخرفة القماش بواسطة قوالب صنعوها بواسطة قوالب صنعوها من خشب شجر الكباش بعد غمسها في الصبغة إذن برعوا في صنع قوالب من خشب الكباش بعد غمسها في الصبغة هذه السيدة التي أمامنا من مملكة أشانتي ترتدي ثوبا هنا ترتدي ثوبا مزخرفا وطبعة باستخدام القوالب هذه الزخارف طبعت باستخدام الزخارف باستخدام طباعة القوالب وأشكال مطبوعة مستمدة من الطبيعة كأوراق الأشجار إذن يا أحبتي رأينا كيف أن مملكة أشانتي القديمة كانوا يرتدون نساؤهم زيا وملابسا كانت تطبع بقوالب مصنوعة من الطبيعة من أشكال أوراق نباتات أو زهور أو ما إلى ذلك كانت هذه الأشكال تصنع على قطع من الخشب ثم تغمس في الألوان ثم تطبع بها الأنسجة والملابس هنا يا أحبتي في درسنا اليوم أطباعة من الطبيعة نتوقع منكم تحقيق بعض الأهداف أولا أن تستطيعون ذكرى نبذة مختصرة عن الطباعة في مملكة أشانتي القديمة كما قلنا قبل قليل كيف كانت مملكة أشانتي تستخدم طباعة القوالب في المنسوجات أيضا سوف تستطيعون شرح علاقة الطبيعة بطباعة القالب كيف هذا يا أحبتي؟ الطبيعة هي المصدر الرئيسي لطباعة القوالب فالشخص أو الإنسان يستمد التصميم وأيضا القالب من الطبيعة كذلك تستطيعون أن تسموا الأشياء التي تصلح الطباعة عليها بالخامات والأدوات المتعددة إذن سوف تستطيعون استنتاج بعض الأشياء التي نستطيع الطباعة منها وعليها أيضا سوف تستطيعون شرح كيفية صنع القالب كذلك سوف تستنتجون بعض أشكال القوالب كما نشاهد في هذه اللوحة إذن سوف تتعلمون كيف يصنع القالب الذي نستطيع الطباعة عليه سوف تستطيعون أن تستخدمونه في أشياء كثيرة وسوف تستمتعون به في إنتاج أشياء نفعية تنفعكم في حياتكم خبرتنا في درسنا هذا هي إنتاج قوالب طباعة لأناصر من الطبيعة والطباعة بها هذه القوالب من مملكة أشانتي نلاحظ يا أحبتي أشكالها مستمدة من أشياء طبيعية مثل هذا القالب هذا القالب مستمد من الهلال مستمد من شكل الهلال الذي يظهر في السماء بداية كل شهر قمري هذا القالب منتشر في الطبيعة مستوحى من شكل الزهرة إذن مملكة أشانتي كانت تستمد أوالبها كما ذكرنا من الطبيعة وكما رأيتم الآن استمدوا الشكل المقوس من الهلال الذي يظهر بداية كل شهر قمري أو بداية القمر في كل شهر يظهر الهلال بهذا الشكل فالناس هناك استمدوا الشكل أو شكل الهلال من الطبيعة ووضعوه على قوالب وطبعوا بها أيضا استمدوا الشكل الآخر من الزهور التي تظهر في الطبيعة وحفروها على أخشاب وبدأوا يطبعون بها المنسوجات المختلفة هنا يا حبتي نشاهد قالب وورقة شجر الشكل الثاني أين يذهب؟ أحسنتم الشكل الثاني يذهب إلى الورقة هذه يصنع منها هذا القالب أيضا هذه الورقة يصنع منها هذا القالب أحسنتم هذه الورقة يصنع منها هذا القالب أيضا أحسنتم هذه الورقة يصنع منها هذا القالب إذن هذه القوالب استمدت من مصادر طبيعية كما رأينا الآن ورقة الشجر أو شكل ورقة الشجر صمم على شكل قالب مرحبا أنا ريم أنا حزينة السيدة من مملكة أشانتي ترتدي ثوبا جميلا عليه زخارف مطبوعة بالقوالب كم أتمنى أن يكون على ثوبي بعض الزخارف المطبوعة الجميلة رأيتم يا أحبتي ريم الصغيرة حزينة جدا يا ترى لماذا؟ لأنها رأت السيدة من مملكة أشانتي ترتدي ثوبا أو فستانا جميلا نقش بزخارف جميلة مطبوعة بقوالب جميلة فتمنت أن يكون لديها فستانا مثل فستان السيدة من مملكة أشانتي لماذا لا نحاول أن ندخل الفرح والسرور إلى قلب ريم؟ سوف تكون سعيدة إذا ما طبعت على ثوبها بعض الزخارف أنا أيضا يمكنني أن أطبع على كراستي نشاهد هنا فستان ريم بدون أي زخارف هنا فستان ريم وقد تمنت أن يكون عليه زخارف مثل السيدة التي من مملكة أشانتي ولكن كيف نصنع القالب؟ وكيف نطبع به؟ لماذا لا نسأل صديقنا جعفر القادم من مملكة أشانتي؟ جعفر يقول بالطبع سوف أساعدكم فلنرى كيف يكون ذلك أولا يجب أن نعرف الخامات والأدوات التي نحتاجها لعمل القالب والطباعة به أولا نحتاج إلى قطعا من الكرتون أيضا نحتاج إلى قطعا من الفلين الرقيق أيضا نحتاج إلى مقص ولننتبه هنا إشارة تعني الحذر من المقص لأن المقص يعتبر أدات حادة لا بد من مساعدة الكبار هنا نحتاج إلى صمغ وهنا نحتاج إلى ألوان وهنا نحتاج إلى رول أو بديله الإسفنج رول إسفنجي أو بديله الإسفنج الموجود في المنازل أو فرشات إذا وجدت أيضا نحتاج إلى صحن من الألوان أيضا نحتاج إلى ورق لكي نطبع عليه إذا كان أو إذا كان السطح للتجربة يكون ورقا حتى أستطيع الطباعة على أي سطح آخر كيف نصنع القالب يا أحبتي؟ أولا نرسم العنصر على الفلين كما نشاهد هنا نرسم العنصر على الفلين هنا رسمنا ورقة من الشجر على الفلين الرقيق الخطوة الثانية نقوم بقص الفلين بهذا الشكل نقوم بقص الفلين وكما قلنا نحذر من استعمال المقص لا بد من أن يكون أحد يساعدكم نقوم بلسط الفلين على قطعة الكرتون بالصمغ هذه هي الخطوة الثالثة رابعا نترك القالب حتى يجف الصمغ تماما لا أستعمله والصمغ لا يزال رطبا إذن أتركه يجف الآن أريد أن أتعلم كيفية الطباعة بالقالب حتى أتمكن من طباعة ثوبي أولا نضع اللون على القالب هنا نضع اللون على القالب سواء بالرول الإسفنجي أو بقطعة إسفنجة أو بفرشات نضع اللون على القالب بعد ذلك نضغط القالب على الورقة نضغط القالب على الورقة ثم نرفع القالب من على الورقة لينتج لنا طباعة بهذا الشكل هذا هو شكل القالب أثر شكل القالب على الورق ثم نقوم بتكرار عملية الطباعة حتى يتكون لنا شكل جميل سواء بلون واحد أو ألوان متعددة أو قالب واحد أو عدة قوالب إذن يا أحبتي الطباعة بالقالب سهلة وممتعة كيف تكون لها عدة خطوات ولها أيضا خامات خاماتها ذكرناها وأدواتها ذكرناها ألا وهي الفلين الرقيق قطع الكرتون الألوان الفرش أو الإسفنج أو المدقات الإسفنجية أو الإسفنج المستهلك في المنزل المقاص وقلنا لا بد أن نحذر من استعمال المقاص كذلك الصمب بعد ذلك عرفنا أو تعرفنا على خطوات تصميم القالب وهي أولا أن نقوم برسم القالب أو شكل العنصر من الطبيعة يا أحبتي العنصر من الطبيعة أستمد عنصري من الطبيعة ثم أقوم برسمه على الفلين الرقيق بعد ذلك أقوم بقص هذا الفلين بدقة وبانتباه بعد ذلك أقوم بلسق هذا القالب على قطعة الكرتون وسوف نتعلم هذا كله في درسنا العملي الدرس القادم بإذن الله حتى تستطيعون تنفيذ طباعة القالب بشكل جيد بعد ذلك عرفنا أن الطباع حينما نريد أن نطبع لابد أن نجحز اللون ثم نقوم بوضع اللون على القالب بعد ذلك نقوم بطباعة القالب على السطح المراد الطباع عليه سواء ورقة أو قماش أو مقلمتكم الخاصة أو أي شيء تريدون الطباع عليه وتغيير لونه بعد ذلك أضغط على القالب جيدا حتى أتأكد من أن اللون قد ظهر في السطح المطبوع عليه ثم أقوم برفع القالب من على الورق أو من على السطح الذي طبعته عليه ليخرج لي طباعة من الطبيعة ثم أكرر تلك الطباعة سواء بلون واحد أو بألوان متعددة سواء بقالب واحد أو عدة قوالب ريمنا الآن تقول أنا سعيدة بعد أن طبعت زخارف على ثوبي انظروا كيف أصبح بعد أن زين بالزخارف المطبوعة نشاهد هنا يا أحبتي كان هذا الفستان كان قبل الطباعة بعدما ساعدوها أصدقائها في طباعة الفستان أصبح جميلا وأصبح بشكل مختلف تماما لأنه من المؤكد أن الملابس المزينة بزخارف طبعت بالقوالب تبعث السرور في النفس إذن يا أحبتي طباعة القوالب أيضا تبعث السرور في النفس تعطي الشيء رونقا وجاذبية وكما قلت لكم سوف تتعلمون هذه الطباعة في الحصة المقبلة وسوف تستمتعون بها كما استمتعت بها الآن ريم يمكننا أيضا أن نطبع بالقوالب على أشياء كثيرة غير الملابس كما ترون يا أحبتي هنا سلة وهنا أثاث خشبي وهنا كرسي قد طبعت كلها بالقوالب وزينت بالطباعة بالقوالب على ماذا يمكننا أن نطبع أيضا يا أحبتي يمكننا أن نطبع على جدران الحائط أيضا وعلى الستائر أيضا إذن يمكننا الطباعة على أشياء كثيرة جدا إذا أتقننا الطباعة فسوف نستطيع الطباعة على أسطح كثيرة لابد أن نشكر الله العلي القدير الذي خلق من حولنا الطبيعة المليئة بالعناصر التي يمكن أن نستفيد منها في عمل تصاميم لقوالب طباعية مثل الأزهار والأوراق والأشجار والأشكال الجميلة في الطبيعة من حولنا ساعدوني ماذا يوجد في الطبيعة أيضا أستطيع أن أعمل منها تصاميم لقوالب طباعية أحسنتم الأزهار والأوراق والأشجار هذه أيضا أستطيع أن أعمل منها تصاميم لقوالب طباعية أيضا أحسنتم ثمار الفاكهة والخضروات أخيرا لا ننسى أن نحافظ على الطبيعة من حولنا ولكن كيف؟ هل نكسر الأشجار؟ أحسنتم لا هل نلقى النفايات في الحدائق وعلى شاطئ البحر؟ أحسنتم لا هل نلعب بقطف أزهار الحدائق؟ أحسنتم لا هل نشكر الله على نعمة الطبيعة؟ أحسنتم نعم هل نهتم بالنباتات الصغيرة ونرعاها؟ أحسنتم نعم الآن يا أحبتي يجب أن أودعكم لقد حان موعد عودتي إلى بلاجي ولقد سعدت بزيارة بلدكم المملكة الحبيبة بلاد الحرمين الشريفين كما أظهرني التطور الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة المجالات يجب أن تزوروا بلادي غانا وسوف يسعدني أن أصحبكم لزيارة معالم بلادي وستجدون الكثير من الهدايا التي تحملونها إلى من تحبون أحبتي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بدرسنا الطباعة من الطبيعة وإلى أن ألقاكم في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا